أما المعدن النادر رقم 5 فهو اليود وده بقى له وظيفة خاصة شوية لأن اليود هو المكون الأساسي لهرمونات الغضة الدرقية واللي بتنظم معدلات الميتابوليزم والنمو والاستفادة من البروتين اليود موجود في أنواع الملح المعززة باليود موجود كمان في المحار والأسماك وبعض أنواع التحالب البحرية تحديدا في اليابان يعني اللي بتعني بها السوشي اللي هي اللي بيلفوا فيها السوشي موجود برضو في الحليب ومشتقاته موجود في البيض السيلينيام يساعد على امتصاص الجسم لليود وما يمنع امتصاصه عناصر غذائية غير متوقعة إذا زادت عن الحد في أكلنا زي إيه؟ زي الليفت والأرنبيت ونوع صغير قوي من الكرومب بيستخدم في الصلطة بس مش كرومب الصلطة العادي لأ ده نوع تاني أصغر أنا بس مش عايزة أقول اسمه يعني هو صغير قوي قد اللمونة كده وغالي قوي فده لو زاد في أكلنا ده يمنع امتصاص اليود فما بلاش منه عشان كمان غالي قوي المعدن النادر رقم 6 هو معدن الكروم والعنصر ده له وظيفة عجيبة بقى فعلا الكروم ده الكروم ده ضروري لعمل الإنسولين الطبيعي داخل الجسم يعني مش إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا إنسولين الكروم ده ضروري عشان الإنسولين ده يشتغل بشكل طبيعي كده وضروري لدخول الجلوكوز إلى الخلايا ده عنصر الكروم الناس كتيرة أهم متعرفش عنه حاجة زي النحاس كده الناس كتيرة متعرفش عنه حاجة ده غير إنه بيشارك في حرق الدهون والبروتينات الكروم موجود فين؟ موجود في صفار البيض اللحمة الحمرة الكبدة الحليب ومشتقاته خلاص حفظنا بقى الحليب ومشتقاته يعني الجبن والزبادي وهكذا الحبوب الكاملة المكسرات البطاطس الفلفل الحراء يعني ودي حاجة يعني خارجة عن الصياق شوية غني قوي بالكروم والسبانخ والبرتقال وقشر التفاح قشر التفاح يعني في ناس كتير أصلاها لما تيجد أكل التفاح بتقشر القشر لا القشرة دي غنية قوي بالكروم والكروم ما فيش حاجة بتساعد على امتصاصها ولا حاجة تمنع امتصاصه يعني الحمد لله هو متفرد كده وهو هنا بيشترك في الصفة دي مع المعدن النادر رقم سبعة وهو الملبيدنوم فاكرين الفيلم ده الملبيدنوم ده ده عنصر من المعدن النادرة برضو وارده له وظيفة غريبة قوي في الجسم الملبيدنوم ده وظيفة متخصصة قوي هو ضروري لعمل الانزيمات المسؤولة عن التخلص من نفايات الجسم وكمان مسؤول عن ازالة سموم بعض المركبات الغذائية الملبيدنوم ده موجود في البقول والحبوب والحليب ومشتقاته والسبانخ والارنبيت والبسلة والدرة موجود كمان في الكبد والكلاوي العنصر الثامن وهو قبل الاخير من المعدن الندرة هو معدن الفلورايد وظن انتو بتسمعوا كتير قوي في الفلورايد ده له علاقة بالاسنان لانه فعلا بيحافظ على الاسنان من التسوس وكمان بيحافظ على اللون الطبيعي للاسنان وبيقوي العظام الفلورايد ده مش بس موجود في معجون الاسنان على فكل اصل دايمان يقولوا معجون الاسنان غني بالفلورايد لا الفلورايد موجود في الشاي الخفيف لو شربناه بكميات قليلة وموجود في حاجة مهمة جدا موجود في عظام الاسماك هتقولي اللي لو احنا بن Unterstützung عظام الاسماك لا بس عظام الاسماك دي اللي بتعامل منها الشربة بتاعت السيفود موجود فيها العنصر الفلورايد ده مهم فلما تتعمل شربة بجزء من النسيج بتاع العظام بينزل في الشربة دي موجود كمان في الجبنة وتحديدا الجبنة الشيدر غنية جدا بالفلورايد بالإضافة طبعا زي ما قلت للأنواع المختلفة من معجون الأسنان اللي بيبقى مكتوب عليها أنها معززة بالفلورايد الكالسيوم بيساعد الجسم على امتصاص الفلورايد وبالعكس بيمنع امتصاصه في حالة طبخ في أواني ألمونيوم أواني الألمونيوم دي يا جماعة خطيرة شوي خلاص؟ يعني بتمنع امتصاص حاجات كتيرة أول تمام؟ أما المعدن التاسع والأخير من مجموعة المعدن الندرة فهو معدن اسمه السيلينيوم والسيلينيوم ده بيشتغل مع فيتامين إي لعمل الإنزيمات المضادة للأكسادة بخلاف دخوله في تركيب هرمونات الغدة الدرقية السيلينيوم موجود فين؟ موجود في المأكلات البحرية موجود في الكبدة؟ في البيض؟ في اللحمة؟ في الحبوب الكاملة؟ فيتامين إي واليود بيساعدوا على امتصاصه ولا شيء يمنع الجسم من امتصاصه والحمد لله كده نكون خلصنا كلامنا عن كل الفيتامينات وكل المعدن اللي بتحتاجها أجسامنا